وفي حلقة جديدة من القاهرة إطلالة يومية على أبرز المستجدات من الأحداث في مصر والعالم وطبعا رؤية تحليلية لديوفنا اللي حيكونوا موجودين معانا في الستوديو على مدى ساعة ونص من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهرة مساء الخير يا فرس مساء الخير مونا وأهلا بك ومساء الخير مشاهدين الكرام برحب بزملتي مونا بتنضملينا في منا القاهرة أهلا بك يا مونا في يوم الحدي تحديدا وأهلا بحضراتكو كالعادة مشاهدين الكرام عندنا موضوعين الموضوع الأول بعد قرارات الأحالة الإخوان والإرهاب والتصعيد يعني في البداية إحالة أوراق المتهمين في قضيتي اختحم السجون والتخابر الإحالة معناها أن المحكمة بترى أن الاتهمات الموجهة إلى المتهمين تستلزم الإعدام بيكون رأي المفتي في هذه القرارات استشاري ممكن الآض ياخد برأي المفتي أو لا على أي حال الخارجية الأمريكية بعد هذه القرارات بالأمس أعربت عن القلق العميق من هذه القرارات الخارجية المصرية اليوم قالت أنها بترفض أي تعليق على قرارات أو أحكام القضاء المصري على أي حال الموضوع مطروح مع حضراتكو لنقاش ماذا بعد هذه القرارات في ضوء الرؤية وفي ضوء التحديات اللي بتقابل المجتمع المصري كله واللي كان أولها بالأمس حادث اغتيال القضاء في العريش الموضوع مطروح مع حضراتكو الموضوع التاني مونة الموضوع التاني حيكون حول المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية هذا المجلس اللي يعني تم تشكيله بمبادرة من رئيس الجمهورية وحتى الآن يمكن مش واضح قوي الجهود اللي بيقوم بها هذا المجلس ودوره الحقيقي ماذا نعني بالتنمية المجتمعية ما هي القنوات اللي بيعمل من خلالها المجلس الفئات المستهدفة وأولويات هذا المجلس وأيضا هل من المنتظر أنه يؤتي ثماره بخطط قريبة الأجل أم أنه يعمل على سنوات ربما تكون غير قصيرة لا ننتظر نتائج سريعة كل هذا وأكثر حيكون موضوع حوارنا مع دكتورة رندا رزق الوزير المفوض وعضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية طيب دول الموضوعين الأساسيين مع حضرتكو هنروح لفاصل وبعض الفاصل بنستعرف بجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام ابقوا معنا مشاهدين ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضرتكو مرة تانية وقبل ما نبدأ في حواراتنا نبدأ بإطلالة سريعة على آخر تطورات الأخبار المختلفة طبعا الخبر الأول اللي بنشوف تدعياته وخبر حكم المحكمة بالأمس بالإعدام في قضيتي التخابر والهروب الكبير كما يطلق عليها في الإعلام الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون مكتب الدكتور رشاو إعلام مفتي الديار المصرية تسلم ملفي القضيتين تمهيدا لدراستهما وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين الذين حددتهم المحكمة في جلستها المنعقدة أمس وقالت مصادر قضائية أن هيئة المحكمة أرسلت أوراق القضيتين بالكامل وتجاوز مجموعة أوراق القضايا عشرة ألاف ورقة وتم تسلمها إلى سكرتارية المفتي بعد مراجعتها وإعداد بيان بمحتوياتها ومن المفترض والمنتظر أنه تعد دار الإفتاء رأيها الشرعي وترسله رسميا للمحكمة في جلسة النطق بالحكم وكما ذكرنا في بداية الحلقة رأي دار الإفتاء هنا استشاريا بمعنى أن القاضي يمكن له أن يأخذ به أو لا يأخذ خبرتين اتساقا بنفس الموضوع تقريبا يومنا اليوم ووزير العدالة الانتقالية والقائم بأعمال وزير العدل قرر المستشار إبراهيم الهنيدي قرر نقل محكمة شمال سيناء من العريش إلى مدينة الإسماعيلية عقب اغتيال قضاة العريش وأضاف الوزير عقب اجتماعه الأول بالوزارة أن الأمن بالعريش غير مستقر وتعرض القضاة بسببه للخطر وأن نقل المحكمة تم بناء على رؤية الوزارة وقال كمان أن هذا الأمر بيتم خوفا على حياة القضاة فليس معنى تسيير العدالة أن يموت أحدا لقاله الوزير بعد حدث العريش الإرهابي اللي استهدف طبعا عدد من القضاء بعد ساعات قليلة من أحالة أوراق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان للمفتي مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم قرر اليوم الأحد تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوفرة لعمل بوليس التأمين جماعية على القضاء وأعضاء النيابة العامة وأقرر المجلس مبدأ التوطن للقضاء وأعضاء النيابة العامة في تنقلتهم بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته وحسب ساعة المحاكم وقوتها ومخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاشا استثنائي للقضاء الثلاثة الشهداء كل دي تعتدعيات على نفس الخبر معنا على الهاتف المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية مساء الخير سيادة المستشار مساء نوري أهلا وسهلا الإجراءات دي أنا بس عايزة أسأل في جزئية مبدأ التوطن للقضاء ماذا يعني لأن المصطلح ممكن يكون مصطلح قانوني نعم مبدأ التوطن بيعني أنه يجب أن يتم تشجيل أو إسناد العمل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المحافظات التي يقيمون بها لأن الذي يجري حاليا هو عدم عمل القاضي في محافظته أو عدم عمل وكيل النيابة في المحافظة التي ينتمي إليها ده لسهولة تأمينه بشكل أو بآخر أنه يكون موجود في محافظته العودة إلى التوطن معناها حتى يكون فيه مأمن وحتى يكون قريبا من حل إقامته وحتى يعود إلى أهل وزويه كل يوم يبيته معهم ثم يترجع ثاني يوم إلى عمل وهكذا بدلا من أن يكون مغتربا طوال مدة عمله أو طوال مدة خدمته في النيابة العامة وفي القاضة ده معنى التوطن حاليا طيب سيادة المستشار هل فيه يعني أنتوا عملتوا حصر بالقضاء الموجودين على مستوى الجمهورية وماذا سيحدث بعد تنفيذ مبدأ التوطن أنه كل قاضي يعود إلى محافظته هل هيبقى فيه عجز مثلا في بعض الأماكن اللي ممكن ما بقاش فيها قضاء بأعداد كافية زي المناطق البعيدة أو النائية هل ده تمه من المنتظر أنه يتم الحصر ده في خلال قد إيه؟ حضرتك أولا بس أوضح جزيرة بسيطة جدا أنا بتكلم بصفة رئيسا لنادي مستشاري النيابة الإدارية وهذه هيئة قضية من بين هيئات موجودة على أرض مصر ومنها القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وأضايا الدولة إنما أنا بتكلم على مبدأ ممكن يكون عام بالنسبة لكل هيئات أولا حصر القضاء الموجودون في داخل الإقليم الذي يعيشون أو ينتمون إليه معروف والذين هم بخارج الإقليم معروف طبعا اللي يقدر تفكيش القضاء في كل هيئة من الهيئات فحينما يراد تطبيق مبدأ التوطن هذا أمر نيسير وهذا أمر معروف لكل هيئة من الهيئات تعلم أبناء الذين هم بخارج الإقليم الذي ينتمون إليه أما حصر القضاء بالنسبة للتأمين على حياتهم ده أمر ميصور وده أمر كان واجب منذ البداية لا يجب أن ننتظر للحدث ثم نقوم برد الفعل يجب أن نبادل إلى إتيال الفعل وليس رد الفعل التأمين على وضعه وكلام نيبه هذا أمر محمود وكان يجب أن يكون مبكرا وليس اليوم فقط بعد هذا الحادث الأليم الذي ارتل فيه قوى الشر ثلاثة من أبناء أو من ظهر شباب القضاء المصري على أرض مصر ثم نتوجه إلى التأمين أدعو السيد رئيس مجلس القضاء الآن أدعو السيد رئيس حيث النيابة الدرية رئيس حيث قضاء الدولة رئيس مجلس الدولة إلى سرعة المبادرة لتنفيذ هذا التأمين على الحياة للسادة أعضاء الهيئات القضاء عموما حتى يكونوا في مأمن من مثل هذه الأعمال الغدية أنا أشكرك سيدة المستشارة عبدالله خندير رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية شكرا لك الخبر الجاي مش عارف نلوم نفسنا كأعلام أو نلوم الدولة المصرية بشكل عام الحقيقة فيه تفاصيل كتير ممكن الكل يتحمل فيها المسئولية الحادث الإرهابي بالأمس كان فيه ثلاثة من القضاء وكان فيهم السواء كمان الأسرة بتقول أن الدنيا اتقلبت علشان الثلاث قضاء ولكن حتى السواء لمدير الأمن ولا المحافظ ولا أي مسئول اتصل بأسرة الشهيد السائق علشان يقول لهم يا جماعة البقية في حياتك هو في الأساس كان مدرس ولكن كان بيشتغل سواء علشان يحسن دخله وكان بشكل مستمر موجود مع القضاء أو مع الهيئات القضائية اللي بتتواجد في المحافظة هو الحقيقة عنده أربع بنات ولد محمد 16 سنة هو اسمه شريف محمد الشهيد شريف محمد الشهيد شريف محمد وفي الأساس عنده ولد 16 محمد 16 سنة وياسمين 12 سنة وأسماء 15 سنة ودعاء 9 سنوات ونادى أربع سنوات الحقيقة أسرة الشهيد بتقول يعني أو بطالب الدولة المصرية أن ده كمان هو شهيد يمكن القضاء ليهم نادي القضاء وليهم الدولة المصرية معاشي استثنائي وزي ما حالك وتبعته كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر أو التدعيات المتعلقة بهذا الأمر لكن في الأول وفي الآخر يا جماعة ما هو برضو السائق ده شهيد مصري وعموما كان في رد فاعل كان في رد فاعل يبدو أن الرسالة وصلت من وسائل الإعلام ومن تواصل أسرة الشهيد معاها وتقرر صرف إعانة مالية لأسر القضاء الثلاث وأسرة الشهيد السائق قدرها مئة ألف جنيه وأيضا إعلان الحداد في كل محاكم مصر على مدى ثلاث أيام ده كان في ختام اجتماع مجلس نادي القضاء لبحث في داعيات الحادث بالأمس حادث اغتيال القضاء الثلاثة والسائق في العريش تضمنت القرارات أيضا تقديم إعانة مالية عجلة لورسة كل قاضي اللي استشهدوا قدرها 200 ألف جنيه وتقديم إعانة مالية عجلة للقاضي المصاب أيمن سعيد مصالحي قدرها 100 ألف جنيه وصرف إعانة عجلة لأسرة السائق الشهيد 100 ألف جنيه يعني كل التقدير لنادي القضاء تحديدا يعني اتخذ هذه الإجراءات بشكل سريع ومنساش يقول أن الحدث كان فيه سائق يعني ده تصرف مستقل بعيدا عن الدولة المصرية ده موجود من نادي القضاء يعني هم تحركوا بشكل عام بالحادث بكل تفاصيله لكن كمان مطلوب من الدولة المصرية تبصل للشهيد السائق بشكل التثنائي يكون فيه معاشر السائق يكون فيه حتى مرعاة علشان الأسرة بتاعته اللي عرضنا تفاصيلها مع حضرتكم على تحل بننتقل خبر آخر وزير الداخلية بيقول مواكهة العنف والإرهاب تتطلب فكر أمني أخلاقي قال اللواء مجد عبدالغفار وزير الداخلية اليوم أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمني التقليدي وإنما تتطلب أيضا فكرا أمنيا خلاقا قادر على التعامل الإيجابي مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التي تتضاءل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف أمن الوطن الكلام ذات قيل خلال الاجتماع الذي عقده الوزير ظهره اليوم مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية وذلك في إطار متابعة خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهمة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وكافة الإجراءات التأمينية والجهود الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن في الوزارة وأكد كمان وزير الداخلية أن تعاون المواطنين وعد من الأسباب الأساسية الرئيسة لنجاح الخطط الأمنية وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع واحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب في مقدمة أولويات سياسة الوزارة من كلال الالتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين هنروح بقى الخبر ليه علاقة بالتموين والسلع الغذائية ده بمناسبة اقتراب شهر رمضان اللي بيرتبط ارتباط وثيق طبعا بالغذية وكل سنة وانتي طيبة وكلنا طيبين وزير التموين كان عنده تصريح إيجابي للمصريين في الفترة المقبلة أنه هيكون فيه رقابة أكتر على الأسعار وضبطها وضبط السوق وأنه سيتم إنشاء ألف منفذ مختلف بأحياء القاهرة لطرح الخضروات والفواكه والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وأشار إلى تطوير منظومة بيع الخضروات والفاكهة في منافذ البيع المختلفة وأوضح إنه سيتم التجيز للمنطقتين التابعتين للمجمعات الاستهلاكية لشركتين النيل والأهرام بسوء العبور اللي ستعمل كمناطق لوجستية لتنقية وفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة الأسبوع الفات إحنا كنا بنتكلم عن المجمعات الاستهلاكية هنا وكان في الحقيقة تركيز من الوزير على إن المجمعات الاستهلاكية تكون منفذ رئيسي للمواطنين لأن فيها الأسعار مخفضة مش كتير من المصريين بيكون عارف المجمعات الاستهلاكية أو معتاد إنه هو يروح المجمعات الاستهلاكية ولكن من الإسبوع اللي فات لحد النهاردة في تغيرات نوعية الرئيس الحقيقة خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع خلال الإسبوع الماضي بوزير التموين والحقيقة كان فيه كلام حوالين هذا الأمر ويبدو أن هناك تركيز بشكل حقيقي على دور المجمعات الاستهلاكية خلال المرحلة القادمة خاصة مع دخول شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين بنتمنى الكل لو ما تعرفش المجمعات الاستهلاكية زورها مرة وشوف يمكن يكون الكلام اللي بيتقال بشكل حقيقي لو كويسة يعني هينتشر الخبر عنها صحية من خلال التجربة من خلال التجربة لو واحد راح وكان عنده تجربة إيجابية أكيد هينشر الخبر وهيستغل هو للدعاية دي كانت كل أخبارنا النهاردة قبل ما نبتدي فيه حواراتنا اللي حتكون على مدى الفترة اللي جاي حتى منتصف الليل لكن نتابع هذا التقرير وبعده نخرج بفاصل ونستقبل تولي ما زال الإرهاب الأسود يعيث في الأرض فسادا فهذه المرة كانت رصاصات الغدر موجهة إلى قضاة مصر صوت الحق والعدالة حيث استشهد ثلاثة قضاء وصائقهم فيما أصيب قاض رابع إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتهم بمدينة العريش الشمالي سيناء وجاء الحادث الإرهابي الشنيع بعد ساعات من قرار محكمة السئناف القاهرة بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومئة وستة أخرين بينهم مرشد تنظيم الإخوان محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون رئاسة الجمهورية نعت ببالغ الحزن والأسى القضاء الذين راحوا ضحية عمل إرهابي آثم في شمال سيناء وتتقدم لقضاة مصر ولعائلات الضحايا وذويهم بخالص التعازي والمواساة تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جناته وفي جنازة عسكرية مهيبة تقدم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء ورجال القضاء الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء القضاء المصري الشامخ الذين استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الغادر بشمال سيناء وقد أدى الحضور صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة على الأرواح شهداء مصر وقام رئيس الوزراء والقائد العام والوزراء بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم وهم يفخرون بإعلاء كلمة العدل والحق التي أمر بها المولى عز وجل مؤكدين أنه أبدا لن تعلي كلمة الباطل على كلمة الحق الذي سيواجه بكل عزيمة كل أشكال التطرف والإرهاب من جانبه قرر مجلس إدارة نادي قضاء مصر إعلان الحداد الرسمي بجميع المحاكم وأندية القضاء لمدة ثلاثة أيام على أرواح القضاء الثلاثة ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدفهم في العريش مثل هذه الأعمال الإرهابية وغيرها لن تثني قضاء مصر الشرفاء عن تأدية دورهم وواجبهم كما حدده الدستور والقانون بل سيزيدهم إصرارا على تطبيق العدالة دون خوف أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام ولحوارات من القاهرة هذه الليلة الحقيقة بعد قرارات الأحالة زي ما قلت لحضراتكم في البداية الإرهاب الإخوان المستقبل التحديات اللي بتقابل الدولة المصرية بعد القرارات بالأمس كان فيه كلام كتير جدا بعد حدث الاغتيال اعتبروه أنه أول رد فعل طبيعي تجاه القضاء الذين انظرونا الكثير من قضايا الإرهاب وحضروا العالم وحضروا الدولة المصرية وكلام كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بل وصل التهديد إلى تهديد العالم كله لو تم إعدام مرسي على العالم أن ينتظر رد فعل عنيف طيب في العقل الجامعي المصري إحنا عندنا الكثير من المحن اللي قبلت تنظيم الإخوان أو جماعة الإخوان سنة 48 و54 و65 وأخيرها المحنة الأساسية إيه اللي حصل بعد كل محنة كان بيقابلها تنظيم الإخوان ده هنتعرف عليه مع حضراتكم بالتفصيل من خلال رأي الحركات الإسلامية والرأي الأمني في التعامل مع كيفية هذه الأحداث بنرحب ضيوفنا في هذا الحوار السيد اللواء محمد زاكي مساعد وزير الداخلية الأسبق أهلا وسهلا سيدة اللواء أهلا بي وكمان مشاهدين الكرام بنرحب الأستاذ إسلام الكتاتني الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أهلا وسهلا أستاذ إسلام أهلا بيك أبدأ مع حضرتك سيدة اللواء رد الفعل بعد حكم الأعدام كان حدث اغتيال القضاء في العريش البعض شايف أنه كان معدلي بشكل أو بآخر في حالة إصدار حكم الأعدام سيتم تنفيذ ذلك والبعض شايف أنه من المستبعد لأنه حالة جماعة الإخوان في هذه الفترة مفككة وما عندهمش تخطيط كافي وما عندهمش ترتيب يعني هما في طور إعادة لملمة أوراقهم هل يعني حضرتك شايف أي تحليلين أقرب إلى الحقيقة أو الواقع بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي لحضرتك أن أبدأ بتقديم تحية الإجبار والإعزاز لكل شهداء الوطن راجينا الله أن تتعافع مصر مما تشهده ساحتها بالنسبة للتحليل السريع لمضمون ما حدث ممكن نبصله أو نحلله من اتجاهين حاول اتجاه وتخطيط دائما المخطط يضع نصب عينا أن يكون الهدف له دوي مرتبطا به الحالة والرأي العام وأن يكون الإعلام متوجدا لأهمية الهدف وقيمته الرمزية لكي يعبر عن وجهة نظره ويعبر أيضا عن عدم قيام الدولة بالحماية العامة للأهداف التي تم الاعتداء عليها وهذا التخطيط لا يترك لوحده دائما هناك مخطط أمني إلى جوار المخطط الآخر المخطط الأمني هنا بيقوم بتخطيطه بأن يتوقع أيضا ما ليس بمتوقع وهذه العملية لازم بعرفينها كلها أن الحادثة دي لها مدلول أنا شخصيا شايف أنه نتيجة لإحتواء الخوات المسلحة وأجهزة الشرطة للموقف العام في منطقة سيناء اضطر الجانب الآخر أن يحتمي بالمدن ويحتمي بالكردون السكاني وهذا الاحتماع مع الشعور اللي حضرتك تفضلتي وقلتي عليه بأنه آخذ في الزوبان في الأوضاع الجديدة التي استوعبته والقوات المسلحة والشرطة التي احتوته فأحدث هذه العملية التي كان لها من الدوي الذي يعتقد هو أن هذا الدوي سوف يقلب الكفة أو سوف يغلب كفته على كفة الخير ولكن تعالي بصي بسرعة كده عشان ما نفتقتش على أخونا الأستاذ كتاتني تعالي بصي بسرعة هنجد أن المستهدف هنا معلش أنا بكررها دائما هنا المستهدف ليس فقط الرأي العام العالمي والرأي العام الداخلي دولة رده رده بمؤتمر القمة رده بمؤتمر إعمار غزة رده بمؤتمر الاقتصاد وهذا دليل على أن الرأي العام العالمي يستوعب تماما النظام الشرعي القائم في مصر وأيضا الرأي العام الداخلي كان عندنا الاستفتاء بتاع سندات قناة السويس ما فيش أعظم من كده شعب بيقدم شوفي كم مليار في كم يوم الرأي العام الثالث وهو الرأي العام بين أسر رجال الأمن من قوات مسلحة وشرطة وأضيف إليهم أسر رجال السلطة القضائية أنه عايز يعمل مناخ إرعاب هو بيتصور أن هذا المناخ سوف يجعل رجال المواجهة الأمنية أو السلطة القضائية يتقعصوا أو يجبونوا عن القيام بيواجبهم ولكن هذا لم يحدث والدليل على هذا كم الشهداء اللي قدمتهم الشرطة بس ده تطور نوعي سيادة اللواء يعني هو كان فيه قبل كده استهداف لرجال الشرطة والجيش أو ما الجديد أنه حصل القضاء مارس 1948 كان أول ضحية القاضي أحمد الخازم لا أنا بتكلم في الوقت اللي احنا فيه يعني بعد 30 يونيو ده تطور نوعي ما كانش فيه استهداف قبل كده للقضاء هل تتوقع أنه يكون فيه تصعيد أو استمرارية لهذا المنوال؟ على فكرة ده يدل على حاجة مهمة جدا يدل على جودة وحرافية ما تم تقديمه للمحاكم من أجيشة الأمن طيب سيادة اللواء بس معنا مداخلة المددية وفي نفس الإطار تقريبا بينضم اللينا مشاهدين الكرامة السيد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات والأعلام وحقوق الإنسان سيادة اللواء مساء الخير يا فانتم أهلا بسيادة نور الحقيقة كان فيه اجتماع مهم اليوم لوزير الداخلية بالتأكيد متابعة الحالة الأمنية وبعد أحكام الأمس أو قرارات الأمس الحقيقة وزير الداخلية أكد على الكثير من الأمور اللي جانت في الخبر أهمها أهمية أن يكون هناك فكر أمني إبداعي أو خلاقة أهمية ما جاء في هذا اللقاء سيادة المشاعد أول اللقاء بتاع اليوم ده بيجي في إقنار في تلسة الاجتماعات اللي بيعقدها الشيادة الوزير لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتأمين المواطنين المنشآة الهمة أو المنشآة الحيوية مراجعة خطط الانتشار للخوات وكامة الانتشارات التأمينية والجهود اللي بتفزلها الأجهزة أمنية والنجاحات اللي بتتفحق في مجالات الأمن المختلقة سيادة أكد على ضرورة تصوير منظومة الأداء الأمن وأن مواجهة العنف والإرهاب بتتطلب دائما شكل أمني متطور بيكون قادر على التعامل الإيجابي مع تحديات أرحلات سيادة بردك واجهة بضرورة تحقيق معدلات متزايدة في مجال ضغط الجريمة الجنائية وقال سيادة أيضا أن رجال الشرطة وأجهزة الوزارة حتى تفضل أي مصحة مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحجم والحجم ووجه سيادته أيضا باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللاجمة والواجبة لإحماية المنشآت الهامة والحيوية والتعامل الثوري مع أي اعتباءات ممكن نتعرض لها وتكسيف وتنشيط الدوريات الأمنية على كافة المحاول وتفعيل دور نقاط التفتيش الثبثة والمتحركة لأن هذه الدوريات وهذه النقاط يمكن أن توجه ضربات استباقية وتوجهد مخططات عدائية سيد المساعد بعد قرارات المحكمة بالأمس هل هناك توجهات معاجنة فيما تعلق بحالة الاستنفار الأمني يمكن كان فيه كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس بتتكلم أن في حالة من الاستنفار الأمسي أو استعداد بشكل مكثف لحالة الشارع المصري وتوفير أقصى قدر من درجات الأمن والأمان لأن فيه تحسب لوقوع عمليات إرهابية بشكل أو بآخر يعني الأمور في مثل هذه الأحداث بتتم إزاي؟ يعني الأمور يعني بيبقى فيه توقع قدر حضرتك وبيبقى فيه توجهات بضرورة توقع اليقظة والحذر وفقا للتكتير الأمني المطروح أو استنفار القوات وبيبقى فيه متابعة وملاحظة للحالة لما بيبقى فيه تطور فيه أو تطاعت الأحداث هنا بيتم إعلان درجة يعني الاستعداد القصوى وبيتم يعني استنفار القوات إلى أقصى مدى تحسبا لوقوع أي عمليات عدائية وده تتم بالفعل وعلنت حيث الاستعداد القصوى في غزارة الداخلية والاستنفار تام للقوات وتواجد مكثف للقوات في الشارع كمان ضمن المعاني الأساسية اللي كانت موجودة والمجتمع كله الحقيقة مهتم بيها أو الكلام ده بيكون محل اهتمام اللي هي تحقيق التوازن بين متطالبات الحالة الأمنية واحترام حقوق الإنسان فيما تعلق بمواكية الإرهاب أو فيما تعلق بكل المشاكل وساتك طبعا عندك الملف ده بشكل كبير جدا سيادة المساعد والله هو يعني ده توجه عام يعني النهاردة في الدولة البصرية واخدار حضرتك اللي هو ملف حقوق الإنسان والإعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية ودائما السيد الوزير في دقاءاته يوجه على أن يجب أن نحقق التوازن بين متطالبات الأمن واحترام حقوق الإنسان وبيقول أن هذا المبزأ يعني يجب أن يكون من ثوابة العمل الأمني في المرحلة الحالية ونحن نسعى إلى تنفيذ وتطبيق هذا المفهوم في منظومة العمل الأمني الحالية أشكرك جدا السيد الواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات والإعلام وحقوق الإنسان شكرا جزيلا نرجع تاني المحورة اللي كنا نتكلم فيه قبل المدخلة هل ده تطور نوعي سيدة اللواء حضرتك شايف؟ لا أنا شايف أن ده عادي جدا وشايف أن ده يدل على أنه ما يقدم إلى المحاكم من مواضيع أو من قضايا قامت به الشرطة على وجه كامل بحيث أن المحكمة بتصدر حكمها بناء على قناعة تامة بأن كل اللي حملوا اللي حصل وكل المتابعة كانت مقننة بالكامل